تلكء ومماطلة من قبل وفد الميليشيا تسبب بتعليق جزئيا للمشاورات يأتي ذلك بعد أن تسبب وفد الميليشيا في الكويت بإنهاء الجلسة الرابعة دون الاتفاق على شيء بعد أن رفض النقاش وفق جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة مضطر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لرفع الجلسة الصباحية بعد ساعة فقط من عقدها تفيد تصريحات أن ولد الشيخ أمهل وفد الحوثي حتى الغد لتحديد موقف واضح من جدول أعمال المشاورات إما القبول في المضي بالمشاورات وفق جدول الأعمال المقرر أمميا أو الانسحاب منها المصادر الإعلامية المرافقة للوفد الحكومي أكدت أن تقرير لجنة التهدئة الذي تم عرضه في الجزة الصباحية عرض الخروقات التي حدثت لليوم الثالث من المشاورات حيث تم رصد 127 خرقا قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح توزعت بين تاعز والجوف ومأرب وشبوى والبيضاء كما نفت تقرير مزاعم وفد الميليشيا حول طيران التحالف جاء تأكيد اللجنة أن الطيران لم يقصف أي من المناطق التي تحدث عنها فريق الإنقلابيين وهو ما يجعل الدعاءات وفد الميليشيا باطلة وغير صحيحة نعتقد أن موضوع الغارات الجوية لا تحتاج إلى مجرد قرار قرار لوقف هذا الغارات استمرار هذا الغارات ينبع عن عدم وجود جدية أو نية في وقف إطلاق نار كامل وشامل يصر الحوثيون على رفض الخروقات التي تقوم بها ميليشياتهم على الأرض رغم تقارير لجنة التهدئة وهو إصرار على ممارسة اللعبة ذاتها حيث تأتي تصريحاتهم لاستغفال متابعيهم وإنجافة الشواهد الميدانية وتقاريرها يسعى الحوثيون في مشاورات الكويت لإطالة أمد الحرب أو الموافقة على شروطهم التعجيزية التي تمنحهم حق تشكيل حكومة والبحث عن تسوية تعطل القرار الأممي 2116 وضمان استحقاقهم الدائم لما حدث من تعينات طيلة عامين من الحرب واستيلائهم على المؤسسات العسكرية والمدنية وتجريفها لصالح أسماء وأسر بعينها يمتلك الحوثيون رصيدا من المراوغات السياسية في الحوار بدءا من مؤتمر الحوار ومرورا بالاتفاقات المحلية التي تم نقضها وانتهاءا بالمشاورات السابقة وبالرغم من الشروط الأممية بأن تتمتع الوفود المشاركة بالصلاحية الكاملة في قراراتها إلا أن تحجج الوفد الإنقلابي بمنعهم من الحضور من قبل قيادتهم يلقي بضلاله على مصير المفاوضات التي كما يرى مراقبون أنها ستظل مرهونة ليس بقرار قيادة الميليشيا في الداخل بل وبمزاج طهران من المشاورات اليمنية عرقلة تلو أخرى تهدد مصير المشاورات والآمال المعقودة عليها رغم التزام وفد الشرعية بخيار السلام والعمل على وقف الأعمال القتالية وتعزيز سريان وقف إطلاق النار في الجبهات ترجمة نانسي قنقر